هذا الحديث اليومي يكون لتبادل الوجه عينما حلوا ترافقهم مأساتهم وإن تغيرت الأرض نازحوا الحديد المشتتون في كل من مأرب وتعز هربوا من المعارك الدائرة بالقرب من منازلهم ليصبحوا هنا أكثر عرضة للإهمال والنسيان الحرب التي خلفت أوضاعا إنسانية وصحية صعبة جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم تركت الحرب فيهم ندوبا وإعاقات مستدامة ووجوها متعبة تتعدى مراحلهم العمرية نتيجة سوء تغذية حاد بجانب أمراض معدية والتهابات جراء عدام البنى التحتية اللازمة خاصة شبكات الصرف الصحي وفوق هذا وذاك تنهب المساعدات التي تقدم إليهم ولا يصلهم منها إلا القليل كان من المفترض أن تكون لهم هذه المخيمات أماكن مؤقتة للعيش لكنها صارت بمرور الوقت شبه دائما بالرغم من افتقارها لأدنى مقومات العيش الكريم الحصول على فسحات من الفرح والرضى بالقليل لا يجعل من النزوح سهلا وإن كان عليهم الاعتياد عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة